السؤال اللي بعد كده بيقول لي يا شيخ عمر ابني سبني ومشي ومش راضي يكلمني ولا يرد علي وانا قلبي مأهور ونفسي اشوفه قبل ما موت ويشهد ربنا عمري في حياتي ما عملت فيه حاجة وحشة انا عرفت انه عايش كويس بس خايفة عليه من عذاب ربنا وانا عن نفسي سمحت والله طبعا مواضح ان الابن لما ساب الام وهي مواضح ان هي امرأة كما ظهر في اخر السؤال ان هو سابها وخلاص عاش لوحده ودي للأسف ظاهرة سيئة بدأت كتير تظهر في مجتمعاتنا وهي ظاهرة غير حسنة وهو الاستقلال عن اهل عن الاهل وعن الوالدين وبقينا كتير من الناس بيسعوا انهم يستقلوا عنهم ويبقوا علاقتهم زي علاقة الاقارب بس مش علاقة بالوالدين لا علاقة بالاقارب يزورهم في مناسبات يزورهم في بعض الاوقات وهذا ليس من تمام البر وقد يكون دوت من العقوق طب يقول لي احنا مختلفين عادي ما انت ممكن تعيش مختلف مع الناس موجودين معك في المدينة الجامعية في اماكن تانية حالة واحدة بس ان انت تحس ان انت هتأذيهم او تأذي نفسك او فيه ازى بالغ بيحصل كده فيه عنف شديد ولا مريع ولا ممكن يبقى فيه خطر على حياتك سعيدة تقتر تسيب البيت لكن لو انت عملت الكلام دوت من غير ما تعمل كده وتسيب امك قلبها يتوجع بهذه الطريقة مش من حقك مش من حقك ان انت تعمل ده يقول لي انا مش من حقك ان انا اسيب البيت وامشي اه لا مش من حقك ان انت ما تكونش بار بوالدك المسألة مش مسألة ان انت سيبت البيت فسيبت لهم غرفة ممكن يحطوا فيها حاجة لا انت سيبتهم هجرتهم هجرتهم وهجرت والدتك لدرجة ان هي مش عارفة توصلك فبتجيب اخبارك فبتقول ان هي عرفت ان انت عايش كويس اه انت ازاي قلبك مستحمل ده مستحمل والدتك تكون قلبها موجوع انت شايف ان انت احسن كده صيح ممكن واحد يدوس على حد ويقهره ويحس ان هو بالنسبة له ده نوع من انواع النصر نوع من انواع الراحة اهم حاجة ان هو يبقى مرتاح مش مهم اي حد تاني ممكن يتقهر انا اسألك سؤال هو انت لما تسيبهم ولما تسيب والدتك وتعيش لوحدك انت كده حسيت بذاتك والدتك دي جزء من ذاتك جزء من المعنى الصحيح وبالمعنى القوي وبالمعنى الحقيقي لما تركوا والديهم فاصبح كل الناس بتتخبط واصبح الناس بتعيش بقى في كتير من الاحيين حاجة اسمها اه الاحتواء البديل يدور على حد يحتويه يدور على زوجة تقوم بدور الام او يدور على حد يصطاده ويعيش معا دور الام ويتلاعب به ده كله عشان ما عاش مع الام الحقيقية انا عايز اقولك حاجة اه انا عارف ان انت بتكلميني بتقولي اعمل ايه انا بعمل مكانك انا بكلمه بكلمه على ان هو كده ولا عزو بالله وقع في كبيرة انه يعمل كده في امه ويعزبها ما ما حصل الله سبحانه وتعالى امرك ببر امك فاتق الله سبحانه وتعالى فيها وحاول ان تعود اليها هي عايزة تشوفك قبل ما تموت يا اخي انت قلبك ازاي من تحمل ده ستأتي امك لتقف بين يدي الله وتشهد عليك بانك كنت جاحدا وانك كنت عاقا له فاتق الله سبحانه وتعالى فيها واقبل على الله سبحانه وتعالى من باب امك الذي هو الباب الواسع الذي قال فيه الله تعالى وقد ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسن احسن لها